السلام عليكم ورحبا بكم ناس جيسكا توجهوا مع جديد أخبار شبيبت القبائل في تصريحات مثيرة من جمال مناد يفتح النار على ظافور والمدرب الجديد دوكنحكيو هذا الموضوع وتصريحات مناد لتحس بها أنه ليس هناك تفاهم بين التاقم الإداري دلونا نساء لايك على الفيديو وعبوني في القناة وتركونا التحليق بعدها نولي التصريحات مناد هنا في جريدة كورا أنيوز قال كاللاعبون يجمعون على ضرورة الانتفاض ويعيدون بالنقاط بسكرة أيضا شلول ثار في وجه التشكيلة وطالبهم برد الاعتبار ما هو شرطار ولكن أظن بأنه ليس وقت أنك تثور لازمكم تلقاوا الهلول في أقرب وقت أيضا لا تكون تربحوا بسكرة هذه ولا تستمر بحسوش بسكرة فإن الشابيب ستدخلوا في دوام نوليو التصريحات جامل مناد يفتحوا النار على زافور والمدرب الجديد على أولا تعيين المدرب الجديد في الشابيبة خاطيني قالكم مناد بوزيدي وزافور هم من قاموا بالانتدابات تاللاعبين أنا خاطيني وأيضا المدرب الميدا ليس بالمدرب المثالي لشابيبة القبائل هذا ما صرحه جامل مناد الذي فتح النار على زافور ولكن في البداية قالوا أننا نشفعوا عليها في دخلاتها على المركات وقال لك رأينا شكلنا لجنة هذه اللجنة تقوم باختيار اللاعبين اللي راح يبقاوا واختيار اللاعبين اللي راح يجيبوا ومن هاد اللجنة لكنا ذكرتم كان اسم مناد في هاد اللجنة هكذا كنا نسمع في الأخبار المتداولة أنا نظن باللي مشوقة حرب كلامية نظن باللي لازم لازم على الإدارة تلقى حلول لأنه ربما التصريحات وردة هذا يرد على هذا ستدخل ربما الشابيبة في دوامة وحرب كلامية هي ليس بغناء عنها نتمنى أنهم يتفادوا هاد الفكرة الهلول الهلول وفقط نتمنى ذلك دلونا لايك على الفيديو وابوني في القناة واتركونا تعليق على ما قاله جمال مناد يالله مع الفيديو جديد بفجي أسكا سلام